السلام كنا الكرام أهلا الله رحبا بكم الآن أقوم بتقربة هذا قلخ هذا قلخ DC يعني AC نشتوع على تيار متردد القدرة 850 وات 120 فولت لكن أنا أشغله على بطارية 12 فولت وتيار مستمر DC نقوم بتشرير هذا لا أعرف شيء مربوطة من خارج لكي نقول أننا نقوم بتقربة من 100 نظر الآن أشغلتها مفتاح هذا نقوم بتقربة نقوم بتقربة نقوم بتقربة نقوم بتقربة نقوم بتقربة تقربة متجنة نقوم بتقربة هذه مسبق هذا لا يوجد مثل مسبق هذه المصدر خارجي خيار يجب فقط 12 برط وأشغل القرخ لكي أتأكد أن هذا الذي يشكك بعمل الناس وأنهم مكذابين وأنك لابط مصدر من تحت هنا أيضا الآن سأقوم بتشغيل الدريل هذا الدريل دريل عادي على الكهرباء لاحظ هنا 122 بولت 400 وات وغط المفتاح هذا المفتاح يجعله على وغط التشغيل لا يوجد أي مصدر خارجي أخر وهذه البطارية لا يوجد أي مصدر خارجي لا يوجد أي مصدر خارجي وغط المفتاح يجعله على الكهرباء لن تجعله على الكهرباء كهرباء نبطارية بأس 12 بولت لقد أشرب فيما تستغيق المفتاح يجعله على الكهرباء تقوم بتشغيل الدريل من المفتاح من مفتاح من بطارية بيشتغل طبيعي بكل قوته